في ليلة عيد الميلاد هو واحد من سلالة المصريين القدماء النقية والجينات الذكية والاصيلة للمصريين القدماء تجري في دمه وفي عروقه بالاضافة الى الطينة الطيبة للمصري الاصيل هو استاذي وصديقي وعالم الاثريات والمصريات الكبير استاذ الدكتور وسيم السيسي لمشرفني ومنورني وهو في ضغافتنا في اخر النهار مساء الخير يا دكتور مساء نور شكرا جزيلا للمقدمة الجميلة ده حضرتك اجمل منها وكل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد ويا رب العيادنا كلها تبقى فرحة وسعادة وامنة ان شاء الله يا رب ان شاء الله قل يا دكتور العيد في مصر فكرة سواء كان عيد مسيحي عيد اسلامي او عيد وطني لا علاقة بذكرى او مناسبة تاريخية او عسكرية او سياسية او ما ذلك العيد في مصر بالذات له ملامح العيد واحتفالات المصريين بالاعياد ايا كانت الديانة وايا كانت المناسبة مختلفة عن احتفال كثير من الثقافات الاخرى هو الشعب المصري شعب فرح والحضارة المصرية القديمة حضارة فرح يعني مين اللي حط سلم الموسيقي خماسي ثم سباعي وتوقف بعد ذلك يا مصر مين اللي وضع الرقصات بكافة اشكالها والوانها حتى الرقص الجنائزي يا مصر كافة انواع العلوم كافة انواع لدرجة ان في واحد اسمه اميل لودفج يقول الاعياد جميعا في العالم كله من شاءها من مصر اميل لودفج له هذه الكلمة المشهورة وفعلا يعني في مصر القديمة ظهور الهلال عيد اكتمال الامر عيد السنة الشمسية التي تبدأ في فجر 11 سبتمبر بالشهر اليمنية عيد العيد الكبير اللي هو شي شلام ربه عيد السلام الكبير اللي هو كانوا يصومون فيه 30 يوم عيد ده عاشرة ده عيد مصري قديم في اليوم العاشر مما يتفق مع شهر ديسمبر رمي بذور الامح بعيد الحصاد عيد ختان الزكور له يوم بعيد لا ده لا ده ما ينفعش يا دكتور ده ما ايه لده ده بتاع ازيس ده بيبقى يوم صعبة عندك كارنفال الزهور بتاع نفتس عيد زيارة اول ايام العيد دي بتاعت ادريس عيد اللي هي زارة احبائهم الذين رحلوا عيد يوم الشراب بتاع ست عيد الخروج للمراكب والمتنزهات تحرس عيد اذا الحضارة المصرية فعلا حضارة قائمة على البهجة والاعيات والفرحة وما تباش بهجة ليه الطبيعة حابتها لا زلازل ولا براكين ولا حرائق ولا 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 كلام ده كله حط ايده في الماء يطلع سبك ويطلع جنبري ويطلع ويطلع والامح سلة خبز الامبراطورية الرومانية لما حبوا يعملوا السنة الروماني produces meaning 裏 احذركم الا مصر والامبراطورية الرومانية الغيث فين انجلترا ايه ايه حانه كانت انجلترا ضمن الامبراطورية الرومانية صع بطاقر مصر بقى بتاعت والغاية النهارده على فكرة ايه احنا نقدر نااكد لغاية الامبراطورية الرومانية شكرا